عشان معانا النهاردة كابتر رضا عبدالعال وعندنا يعني الحلقة ناخد وقتنا فيها مع كابتر رضا الاهلي بعد قرار بيع احمد القندوسي بيطلب 2.5 مليون دولار في بيعه اللي عايز يشتريه تفضل يدفع 2.5 مليون دولار واخده هنا بقى بيراميز قالك انا موجود انا ما عنديش مشكلة بفكر ان انا جيبي اللعيب ده يعني بيفكروا وبيخططوا ان هم يدفعوا الـ 2.5 مليون او يتفاوضوا مع النادي لتقليل القيمة المادية وياخدوا اللعب هم محتاجينه فبالتالي اول نادي اهو بيقول انا عايز القندوسي ده بالنسبة ليه بيع القندوسي بعد الحقيقة القرار الخاص بالنادي الاهلي ببيعه ايضا اسامة فيصل بتتزايد فرصه للانتقال الى النادي الاهلي حتى الان النادي الاهلي لم يجد المهاجم الاجنبي فبالتالي ممكن يبقى التفكير في مهاجم مصر العيب صغير في السن العيب منتخب الامبي الامور بالنسبة له يعني الرجل شايف انه هو خامة كويسة كولر يقدر يساند ويساعد خط هجوم النادي الاهلي بما فيه مسام وكهرباء ايضا في خط هجوم النادي الاهلي هناك برضو بعض اللعبين اللي ممكن يكون كولر كان حطت عينه عليهم مع لجنة التخطيط متواجدين اللعبين اتنين لعيبة فيه النادي زد وهو زيكو صفة زيكو وعبد الرحمن البنوبي ويعني الايام القادمة انتوا عارفين ان القايمة الخاص او القيد الخاص بالدور المصري هيكون خمسة وعشرين اكتوبر هيتم غلقه فإيه اللي هيحصل واحد من دول النادي الاهلي بيحاول ضمه في الفترة القادمة والمفاضلة ما بين واحد منهم ننتظر برضو ايه اللي ممكن يحصل فيه استخدامه من الحياة للنادي الاهلي يحيى عطيت الله الحياة ما بعد مباراة السوفر اكيد طبعا العب بيبقى زعلان ان هو مثلا كان غلط غلطة في الماتش يخليه ممكن الجون يكون بسببه لكن الحياة هي كرة جماعية ولعبة جماعية وبالتالي كله بيغلط كله بيبقى بيشترك فيه الخطأ وحتى واحنا بنحلل الماتش قلنا فيه جزء على يحيى عطيت الله ونسبة خمسين في المية والجزء الاخر ممكن يكون متقاصم مع ما بقيت اللعبين سواء بقى الشناوي او حتى كان ياسر ابراهيم في الوقت ده ولكن في الاخر اللعب طبعا بيقعد مع المدير الفني وبيجدد الثقة فيه وبيجدد الامور النفسية بالنسبة له ما بعد الحياة الامور الخاصة به تصرحات القندوسي وإدارة التعاقدات كابتن محمد رمضان هيكون هو المسؤول عن ملف اللعب الاجنبي او الفرد الاجنبي ده لو فيه في الفترة القادمة لعب اجنبي يعني النادي الاهلي حاطت عينه عليه لحين يعني وجود يعني فبالتالي الملف ده هيكون خلاص مسؤولية الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي والتفاصيل الخاصة به سواء بقى بوجود اللاعبين بأسماء معينة الكابتن محمد رمضان هو اللي هيكون مشرف على اختيار اللاعبين يعني مع المدير الفني كله الحقيقة طيب زمالك اولى مبارياته اللي هيكون في الكونفدورية جماعة هيكون من غير جمهور يعني كان نادي الزمالك كان عنده مشكلة في المباراة نهائية في الكونفدورية وتم توقيع عقوب عليه اللي هو فيه مطشين اللي هيلعبهم من غير جمهور لعب المطش الاخير اللي هو كان امام الشرطة الكيني في الكونفدورية واللي كان يعني تم التأهل من خلاله الى دور المجموعات من غير جمهور ودي المباراة التانية اللي هتكون اولى المباراة في الكونفدورية افريقية امام بلاك بولز المزنبيخ هيكون من غير جمهور بالنسبة لي نادي الزمالك بيراميز بيتجه إلى تركيا لإقامة معسكر مغلق ما قبل الموسم الجديد وما قبل طبعا كمان بطولة السوبر المصر اللي هتقاوم إن شاء الله في الإمارات بأمر الله كده نشوف بطولة حلوة أربع مباريات أو تلات مباريات مطشين السراميكا والأهلي وبيراميز والزمالك ثم المباراة النهائية وحتى الآن طبعا هيكون فيه ثلاثة ورابع أو هيكون فيه ثلاثة ورابع بالنسبة لي هذه البطولة هنشوف برضو تفاصيلها لإنها هتكون إن شاء الله بطولة قوية وطبعا بشكلها الجديد والمختلف بالنسبة لي السوبر المصر هطلع لفاصل بعد الفاصل كابتن الكبير كابتن ردع